التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الملوي لازاروس تشاكويرا وذلك على هامش نعقاد قمة القمسة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التنائية المتميزة التي تربطها بملوي مشيدا في هذا الشأن بدور ملوي الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين لسيما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري وبناء قدرات للكوادر المالوية من جانبه ثمن رئيس ملاوي التطور المستمر في مسار العلاقات التنائية معربا عن تقدير بلاده العميق لمصر ودورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك ومؤكدا وجود أفاق واسع لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون التنائي في مختلف المجالات وأضف المتحدث أن الرئيسين تبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الأفريقية حيث تم التوافق على مواصلة التنصيق فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا فضلا عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال عضوية البلدين في كل من الاتحاد الأفريقي وتجمع الكوميسا